موسيقى موسيقى مشاهدين متابعين في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة من الإمارات وأهلا في هذه البداية وفي أبرز العنوين مشاهدين موسيقى سعود بن صقر يشهد افتتاح منتدى المواطن العالمي برأس الخيمة موسيقى محمد الشرقي يؤكد الحرص على الاهتمام بالمبدعين وأصحاب الإنجازات من أبناء الإمارة موسيقى موسيقى حمدان بن زايد يزور مركز الضفرة لسعادة المتعاملين الحاصل على تصنيف ستة نجوم موسيقى موسيقى وفي نشرتنا أيضا مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط بالسقوط أمام آستون فيلا موسيقى موسيقى أهلا بكم أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ في العالم تعد فرصا لتحقيق تنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات وانطلاقا من هذا النهج الراسخ فإن رأس الخيمة تولي الاستدامة أهمية كبرى وتضع ممارساتها في جميع مبادراتها الحكومية جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح منتدى المواطن العالمي برأس الخيمة الذي ينعقد في الإمارة للعام الثالث على التوالي بحضور معالي الشيخ انهيان بن مباركال انهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من المسؤولين والشخصيات المؤثرة وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي وقال سموه رأس الخيمة ملتزمة بالعمل من أجل هدف دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتدرك أهمية تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تساعدهم على تبني نهج الاستدامة في كل نشاط أو عمل يقومون به من أجل أوطانهم ومجتمعاتهم لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة استقبل سموه شيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله في مكتبه بالديوان الأميري الدكتورة موزة خميس النون الضنحاني لحصولها على جائزة الإمارات للسيدات في فئة المهنيات من مجموعة دبي للجودة التقى سموه شيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله في مكتبه بالديوان الأميري الدكتورة موزة خميس النون الضنحاني لحصولها على جائزة الإمارات للسيدات في فئة المهنيات من مجموعة دبي للجودة وهنأ سموها دكتورة موزة النون كأول سدلانية إماراتية تحصل على الجائزة في فئة المهنيات مؤكدا سموه حرص إمارة الفجيرة انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله الاهتمام بالمبدعين وأصحاب الإنجازات من أبناء الإمارة وتشجيعهم على تطور الدائم في سبيل المساهمة الإيجابية في خدمة الوطن وتعزيز دعائم نهضته ووجه سموه إلى ضرورة مواصلة رحلة العلم والمعرفة وتطوير الخبرات التي تسهم في سقل الشخصية وتنمية القدرات مؤكدا دورها في إثراء المعارف الشخصية والمهنية وتحقيق أفضل مستويات التمييز وقدمت الدكتورة موزة خميس النون الشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على كلمات سموه المشجعة التي تشكل دافعا كبيرا لمواصلة مسيرة التمييز والإنجاز حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة شهد سموه شيخ عمار بن حمد الانعيمي ولي عهد عجمان حفل تخريج الدفعة العشرين من جامعة الخليج الطبية شهد سموه شيخ عمار بن حمد الانعيمي ولي عهد عجمان حفل تخريج الدفعة العشرين من جامعة الخليج الطبية الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة وذلك في مدينة الثمب الطبية في عجمان شملت دفعة تخريج 509 طلاب وطالبات ينتمون إلى 46 دولة في مختلف التخصصات الطبية وأشهد سموى شيخ حمار بن حميد النعمي بالجهود الطبية المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لمؤسسات التعليم العالي بما يواكب عصر المعرفة وتطورات العلمية المتلاحقة وأكد أن صاحب السموى شيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السموى شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السموى الشيوخ حكام الإمارات جعلوا التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية والرهانة الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل كما أكد سموه أن الجامعة وصلت إلى هذه المكانة المتميزة خلال وقت قصير بفضل الدعم الكامل والتام من صاحب السمو الشيخ حمد بن راشد نعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والاحتمام الكبير الذي ظلت تجده من سموه وتهيئة البيئة المناسبة لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن خالص تهانيه للخريجين على إنجازتهم المتميزة وأكد على أهمية تعليم المستمر باعتباره مفتاح التفوق في مسيرتهم المهنية وحث الخريجين على تطبيق المعرفة المكتسبة من جامعة الخليج الطبية للمساهمة في بناء عالم أفضل ترأس سمو شيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين أمس اجتماع مجلس أمناء جامعة أم القوين بحضور الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة المالية نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بأعضاء المجلس وبجهودهم واهتمامهم بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية وبالمستويات التي وصلت إليها الجامعة وأكد سموه شيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى دور مؤسسات التعليم العالي في دعم القطاع التعليمي بالدولة مشيرا إلى توجيهات صاحب السموه شيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بتطوير جودة العمل الأكاديمي ومواكبة متغيراته لتحقيق أفضل النتاج زار سموه شيخ حمدان بن زايد الألنهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد بمنطقة الظفرة زار سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والحاصل على تصنيف ست نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 وكان في استقبال سموه لدى وصول سعادة اللواء سعيد الخيلي مدير عام الهيئة وعدد من مدير العموم والمديرين التنفيذيين وبعد إزاحة ستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم تعرف سموه على آلية العمل المتبعة في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين في منطقة الظفرة وخطة التطوير المستقبلية وهنأ سموه قيادة الهيئة والعملين في المركز بمناسبة الحصول على تصنيف ست نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 والذي أعلن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد من راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأكد سموه أهمية الدورة الذي يقوم به الموظفون كواجهة أساسية لتواصل مع المتعاملين وأثنى على جهودهم المبذولة في هذا الإطار مواصيا بأهمية تقديم أفضل مستويات العناية بالمتعاملين وتلبية متطلباتهم وأشهد سموه بجهزية المركز وجودة خدماته وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية معربان سموه عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ودون عناء أوطول انتظار وقال سموه إن إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات لكسب ثقة المجتمع التقى معالي صغرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع رؤساء برلمانات البارغواي والأورغوي والسنغال وطاجكستان كل بل كل على حدة على هامش الاجتماع البرلماني ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي وتم خلال اللقاءات مع معالي رؤول لويس رئيس مجلس النواب في جمهورية البارغوي ومعالي سيباسان أندوخار رئيس مجلس النواب في جمهورية الأورغوي الشرقية ومعالي أمادو ديوب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية سنغال ومعالي محمد طاهر ذاكر رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجكستان بحث سبو لتعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لأسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس البرلمانية في هذه الدول مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية خلال اتصالا هاتفيا مع معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وضمان حماية أرواح المدنيين كافة كما أكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وضمان إيسال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام من جهته ذكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنه وجه رسالة حول الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023 يفعل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين وتمنى سموه جهود معالي أنطونيو غوتيريش وأفاد بأن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبدوره أكد سموه شيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته زار الشيخ طالب بن سقر القاسمي نادي الفجيرة للرماية زار الشيخ طالب بن سقر القاسمي نادي الفجيرة للرماية وذلك ضمن جدول فعاليات احتفالات إدارة النادي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات وكان في مقدمة مستقبليه سالم عبيد السلامي مدير نادي الفجيرة للرماية والفروسية إلى جانب عدد من المدراء والإداريين العاملين في النادي وأثنى شيخ طالب بن سقر القاسمي بالدور الذي يلعبه النادي في احتضان الرياضة الترافية التي تعد جزءا رئيسيا من الثقافة والهوية الوطنية لدولة الإمارات واصفا النادي بالصرح الجميل كما دعا شباب الإمارات لممارسة هذه الرياضة وتعلمها بخاصة وأنها تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في الدولة تشرفت اليوم بزيارتي لنادي الفجيرة للرماية والتقيت مع أخوتنا عزاء وكان لقاء جميل جدا استمتعنا أنا والمرافقين بالرماية هذا الصرح الجميل الذي نتمنى أنه ينتشر على جميع مدن الإمارات والشيء المفرح حقيقة أن المشاركة سنويا في تزايد مع حب الشباب والبناتنا لتعلم الرماية والمنافسة وخاصة دعم لا محدود من قبل القيادة هذا يعطي دافع لأبنائنا وبناتنا أنهم يكون لهم تفاعل مع الأندية مثل هذا النادي في النهاية أشكر أخواني في المساندة وفي إدارة النادي والجميع العاملين فيه لإتاحة هذه الفرصة للطلاع على هذا الصرح الجميل كما قام الشيخ طالب بن سقر القاسمي بجولة في ميادين النادي التي تضم خمسة ميادين وهي المدان الشبه مغلق خمسين متر والمدان المغلق خمسة وعشر متر ومدان رماية ضغط الهواء عشر متر ومدان الرماية مائة متر هذا وكرم شيخ طالب القاسمي من قبل إدارة النادي بدرعي نادي الفجيرة للرماية فيما أنهى زيارته إلى النادي بتدوينه كلمة شكر في سجل كبار زوار النادي بحثت سعادة أصيل المعل مدير هيئة الفجيرة للبيئة مع سعادة أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام الهولندية سبل تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين ومناقشة المشاريع المشتركة في مختلف القضايا البيئية كما ناقشت طرفان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر كوب 28 بمدينة إكس بو دبي التحديات البيئية والتوجهات العالمية نحو التحول في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى كما تم استعراض المشاريع المستقبلية ضمن خطط هيئة البيئة القادمة والتي تتوافق مع خطة إمارة الفجيرة الاستراتيجية الفين وستة وعشرين بما يدعم مستقبل التغير المناخي في إمارة الفجيرة ويعزز مفهوم التصدي الآمن وأفادت سعادة أصيل المعل أن الشراكة الممتدة بين هيئة البيئة ومدينة روتردام والتي أكملت عامها الثامن تعكس الحرص على استقطاب أفضل للممارسات العالمية لحماية النظم البيئية في إمارة الفجيرة وتعزيز جودة الحياة على هامش أحد الاشتماعات التي عقدت ضمن مؤتمر كوبا ثمانية وعشرين أقيمت ورشة لمخيمات مستدامة تحت عنوان الرعاية الصحية المتعلقة بالمناخ في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات التحديات والاستجابات الناشئة مخيمات مستدامة تقدم حلولاً معيشية مبتكرة تلائم تقلبات التقس أقيمت ورشة لمخيمات مستدامة على هامش أحد الاجتماعات التي عقدت ضمن مؤتمر كوبا ثمانية وعشرين تحت عنوان الرعاية الصحية المتعلقة بالمناخ في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات التحديات والاستجابات الناشئة ظهرت خيمة للاجئين لكن بطريقة مثيرة للاهتمام وكأنها خيمة ذكية تعتليها ألواح تقى شمسية وتكنولوجيا وتقنيات متطورة نحن اليوم على هامش كوب 28 من منظمة الأمم التحدة لشؤون اللاجئين يعين نتحدث عن المخيمات طبعاً الناس تسألنا المخيمات شو دورها في المناخ ومن هذه الأمور نحن حالياً نحاول نوفر أكبر قدر مستطاع من المخيمات المستدامة أي بمعنى أنها تكون مقاومة للمياه مقاومة للتضاريس مقاومة للحرارة ومن هذه الأمور لأننا نريد نحاول نوفر مخيمات طويلة الأمد فالناس دائماً تسألنا شو نوع المخيمات الموجودة عندكم عندنا نوع مخيمات متواجدة مع أخوانا باتر شيلترز توفرت الحمد لله للعديد من اللاجئين ومستدامة الحمد لله وطبعاً نستخدم الطاقة الشمسية من أجل الكهرباء ومن أجل المياه حتى لو تلاحظون الأشياء البسيطة عندنا مثل الأغطية اللي يتلحفون فيها هذه أيضاً صديقة للبيئة ومستدامة عادة ما تصمم الخيمات لتكون صديقة للبيئة وتراعي ظروف التقس المتقلبة وأيضاً الأغطية التي بداخلها صنعت من مواد صديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها بشكل مستمر دون تلف البيئة أو الأرض أو استنزاف الموارد الطبيعية أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبيك للتنمية الدولية أن إعلان مجموعة التنسيق العربية لكوب 28 خصصت 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية هذا المؤتمر هو أكبر مؤتمر فيما يتعلق بالتغير المناخي وما شاء الله حتى الآن الجهود واضحة والاستضافة ناجحة إن شاء الله والمؤتمر ومخرجات المؤتمر ناجحة فيما يتعلق بمجموعة التنسيق العربية طبعا زي ما تعرف الإعلان قبل قليل كان على 10 مليار دولار تخصيص 10 مليار دولار لاستخدامها في التحول إلى الطاقة النظيفة وهذا يساهم في دفع أو في توجهات هذا المؤتمر طبعا هذا يأتي استكمالا لما خصصته المجموعة العام الماضي في مؤتمر شرم الشيخ التغير المناخي بتخصيص 24 مليار دولار للتغير المناخي الصندوق له عمليات في أكثر من 125 دولة لأن الصندوق لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم فيما عدا الدول المالكة له اللي هي 12 دولة هذه هذا يدلك على أن الدول هذه تعطي الأولوية للغير فيما يتعلق بالتنمية مع أنها هي دول نامية كذلك لكن هذا مثال جيد كيف أنها تقدم مصالح الدول النامية على مصالحها أنا أعتقد أن تكلمت عن التنظيم المؤتمر هذا وكيف أنه ناجح إلى هذه الدرجة وقد توافقني الرأي أنه لم يكن يمكن هذا أول مؤتمر مؤتمرات التغير المناخي الذي يكون في حضور كبير بهذه الدرجة هذا أولا لكن مخرجات المؤتمر هذا حتى الآن تعتبر ناجحة جدا وهي في التوجه الصحيح ونأمل إن شاء الله أنه يكون خلال الأسبوع القادم اتفاق على أشياء كثيرة بما يعطي العمل في التغير المناخي دفعة قوية وجادة في هذا التوجه أكد أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل على هامش مشاركة الوزارة في أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بصدد إصدار الخطط التنفيذية لستراتيجيته الهيدروجين والطاقة مطلع العام المقبل 2024 قطاع الطاقة في دولة الإمارات قصة نجاح ونموذج يحتدى فيه مش بس في المنطقة لكن في العالم بشكل عام تمتلك دولة الإمارات خليط من الطاقة عزز مكانتها من ناحية أمن الطاقة وكذلك عزز النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المستدام طبعاً هالسنة تم تحديث الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 دولة الإمارات من أبرز ملامحهم التركيز أو رفع كفاءة الطاقة المستهدف 42 مابينة 42 45 في حلول 2050 مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف في عام 2030 وصول الحياد الكربوني في 2050 وبالفعل تم اطلاق الاستراتيجية الهايدروجين في دولة الإمارات أيضاً خلال هذا العام نحن مستهدفين في عام 2030 إنتاج الهايدروجين مليون و400 طن مستهدف في عام 2030 يستعرض مركز أبوظبي للصحة العامة خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 مشاريع ومبادرات استباقية أطلقها المركز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين طبعاً المشاركات من نحن اليوم كدائرة الصحة مركز بضبط للصحة العامة متنوعة في جزء منها يتعلق بورش ومحاضرات علمية تربط بين الجانب الصحي والجانب الليبي والتغيير المناخي في المنصة هنية وأيضاً في أماكن أخرى وكذلك أيضاً استعراض مشاريع مهمة نتجت عن يعني علاقة مهمة بيننا نحن كجهات حكومية داخل الدولة وأيضاً كجراء استباقي من جانب القطاع الصحي للتخفيف من آثار التغيير المناخي المشروعي اللي بتكلم عنهم بصورة مختصرة هن مشروعي الرئيسيات المشروع الأول يتعلق بالعلاقة بين العوامل البيئية والعب المرضي الخاص بالأمراض بشكل عام وهذا تعاون بين مركز بضبي للصحة العامة وهيئة البيئة في بضبي هيئة البيئة التي توافينها بالعوامل البيئية الموجودة في جغرافيا أبوظبي ودولة الإمارات وكذلك أيضاً نحن عندنا الجانب الطبي والمعلومات الطبية فالربط بيكون بين المعلومتين هؤلاء عن طريق النظمة الإلكترونية في النهاية بنوصل لنتيجة بنربط بين العوامل البيئية وأثرها على الأمراض الموجودة عندنا يقدم المركز الإعلامي الواقع في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف كوب 28 بمدينة إكسبو دبي خدمات إعلامية متطورة لجميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية يستقبل المركز الإعلامي في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر المناخ كوب 28 مئات الإعلاميين يومياً من مختلف المؤسسات الإعلامية مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لضمان الخروج بتغطيات نوعية تعكس الزخم الكبير الذي تشهد فعليات المؤتمر ويستفيد المركز الإعلامي من الإمكانيات الرائدة التي تمتلكها مدينة إكسبو دبي لجمع الحشود الدولية والإعلاميين من حول العالم بهدف دعم الجهود الإعلامية الهدفة إلى المساهمة في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية وتداعيتها ويضم المركز الإعلامي العديد من الجهات الإعلامية المختلفة مع توفير كافة المعدات التي تحتاجها الوسائل الأعلامية لتسهيل التغطيات بمختلف وسائلها فيما العديد من مناطق العمل والمكاتب المختلفة سواء مقصورات خاصة وغرف اجتماعات مغلقة وساحات المكاتب المفتوحة إضافة إلى توفير مقصورات للجهات التلفزيونية والراديو والصحف والإعلام الرقمي ويواصل الإعلاميون متابعة مستجدات مؤتمر المناخ كوب 28 عبر البث المباشر حيث إلعب الإعلام بشتى أنواعه دورا حيويا في توعية المجتمعات حول القضايا التي يشهدها العالم مما فيها التحديات المناخية لأسيما من الإعلاميين المختصين بالقطاع البيئي والمناخي الذين يعدون ركيزة أساسية في دعم الحراك العالمية لمواجهة التغير المناخي وتداعيته ويمكن للإعلاميين الاستفادة من المنطقة الخضراء في التغطية الإخبارية كونها أكبر تجمع في العالم للمهتمين والمعنيين بمجال تغير المناخ وتضم عارض تفاعلية عن موضوعات مناخية مختلفة ومجسمات فنية وعروض أفلام وتشهد أكثر من 300 جلسة حوارية ونقاشية حول مجالات الاستدامة وتغير المناخ مشاهدين الكرام النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل الإمارات الثانية عالميا في استهلاك الطاقة الشمسية والأسرع في نمو القطع أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الاقتصادية وأكيد كريم فيها من الأخبار العالمية بكل تأكيد محمد وأخبار المال والأعمال ستكون مع زميلة نداء عربيات شكرا كريم ومحمد مزيد من الأخبار نتابعها خلال الفقرة إذن تفضلي نداء إليك الكلمة أهلا بكم مجددا رحب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي والذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023 حتى الآن وشهد إدراج شركة تاكسي دبي طلبا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم إماراتي ما يعادل حوالي 41 مليار دولار أمريكي مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع ب130 ضعف ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق مما يؤكد على قوة العرض الاستثماري الذي تقدم شركة تاكسي دبي واثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نمو الشركة وفي قوة أسواق رأس المال أيضا في دبي ويعزز مكانة سوق دبي المالي المتكاملة ضمن رؤية دبي الاستراتيجية الطموحة لتطوير اقتصادها وفي خبرنا الثاني حصل مطار دبي الدولي مرة أخرى على لقب المطار الرائد في العالم خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي وتعزز هذه الجائزة مكانة مطار دبي الدولي العالمية الرائدة في صنعة الطيران جاءت هذه الجائزة تأكيدا على تفاني فريق العمل في مطارات دبي والأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي على مدار الـ 12 شهرا الماضية في مختلف جوانب العمليات التشغيلية في المطار لما في ذلك تجربة الضيوف وخدمة العملاء والمرافق والتقنيات الحديثة وتجربة المطار الشاملة يذكر بأن مطار دبي الدولي كان قد استقبل 64.5 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع الحفاظ على جودة الخدمة وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار تعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة والمعترف بها عالميا في صناعة السفر والسياحة العالمية وفي خبرنا الثالث أقرى مجلس الوزراء السعودي في جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2024 والتي قدرت فيها الإيرادات بـ 312 مليار دولار وأما النفقات بـ 333 مليار دولار وعند عجز محدود بـ 21 مليار دولار ومن دون تغيير عن البيان التمهيدي الصادر في آخر شهر سبتمبر وبالحديث عن أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب الخميس مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة حيث عضى الذهب بنسبة 3 بالعشر بالمئة إلى 2030.2 دولارا للأنصة بحلول الساعة 47.48 دقيقة بتوقيت إغرانيتش واستقرت العقود الأمريكية الأجلة للذهب عند 2047.1 دولارا للأنصة وبالنسبة للعيارات الشعبية في دولة الإمارات فقد سجل جرام الذهب عيار 24.245 درهما إماراتيا وأما جرام الذهب عيار 22 فسجلت 227.25 درهما إماراتيا وعيار 21 فاستقر عند 220 درهم إماراتي والانتقال إلى أسعار النفط حيث استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها الخميس بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في جلسة الماضية ولكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تراجع الطلب والتباطئ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين صعدت العقود الآجلة لخمي برينت 38 سنة بما يعادل نصف بالمئة إلى 74 دولارا فاصلة 68 بعد أن زادت كما ذكرنا 5 بالعشر بالمئة وارتفعت العقود الأجلة لخمي غرب تكساس أيضا بواقع 42 سنة أو 6 بالعشر بالمئة إلى 69.8 كما ذكرنا 6 بالعشر بالمئة كان الارتفاع وفي الجلسة الماضية انتبت الأسواق حالة من القلق من البيانات التي أظهرت أن الانتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات حسب ما قال محللون في بنك ANZ في مذكرة إلى هنا مشاهدنا نكن وصلنا إلى ختم فقراتنا لليوم نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت وعودة إليكم شاهر ومحمد عذرا كريم ومحمد شكرا لك ندا على كل هذه الأخبار ومشاهدين من عالم الاقتصاد إلى عالم الطاقة حيث تحتل دولة الإمارات المركز الثاني عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد من الطاقة الشمسية والأسرع عالميا في النمو بمعدل 6 جيجا باط زيادة في قدرات الطاقة النظيفة منذ 2011 جهود وخطط دفعت دولة الإمارات لتبوء المركز الثاني عالميا من حيث نصيب استهلاك الفرد من الطاقة الشمسية ريادة رسخها النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتبني دولة الإمارات في مراحل مبكرة لمشروعات الطاقة النظيفة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ويأتي استخدام الطاقة الشمسية ليعزز صدارة الإمارات العالمية في تبني تقنيات نظيفة عبر محفظة من المحطات والتي تستفيد من الموارد الطبيعية الوفيرة والطقس المشمس معظم أيام السنة كمصدر مثالي لتحقيق استراتيجية صفر انبعاثات غازات دفيئة بتكلفة تنافسية مبادرات طموحة تعكسها مشاريع تدعم تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة أبرزها محطة نور أبوظبي التي تصل قدرتها الانتاجية إلى 1.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية والقادرة على تزويد 90 ألف منزل بالكهرباء وخفض الانبعاثات بمعدل مليون طن متري سنويا ومحطة شمس أبوظبي والتي تسهم في خفض 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ومجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية في دبي والذي ستصل قدرته الانتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول العام 2030 ويخفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا والعمل على بناء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات من الكهرباء جهود تعكس تحولا استراتيجيا نحو استخدام مصادر متجددة ومستدامة لتلبية نحو 50% من احتياجات الطاقة بحلول العام 2050 شكلت زراعة القمح في الإمارات أحد الروافد الاستراتيجية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الحبوب استراتيجية استباقية تبنتها الإمارات لدعم وتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوظيف الإمكانات والموارد إلى جانب تبني أفضل الأسليب الزراعية الفاعلة إذ تمثل مبادرة قمح الإمارات أبرز الجهود الوطنية الرائدة في مجال الزراعة والتي تتيح أكثر من ثمانين طن من القمح سنويا توفرها مئتا مزرعة نتائج أثبتت نجاح إمكانية زراعة القمح خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس من كل عام ومهدت الطريقة لتبني خطط للتوسع مستقبلا وضم أراضي زراعية جديدة وضمن ثلاث مراحل يأتي مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة لإنتاج أكبر كمية لواحد من أجود أنواع القمح في العالم نظراً لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان وذلك على مساحة ممتدة لأربعمائة هكتار ضمن المرحلة الأولى لتصل إلى ألف وأربعمائة هكتار في المرحلتين الثانية والثالثة وكأول منتج وطني يحصل على علامة صنعة في الإمارات حصل دقيق السبع سنابل على خمس شهادات معتمدة في الجودة والسلامة نظراً لعدم استخدام البذور المعدلة وراثياً وباعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة ومطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات ما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسيته في الأسواق وباعتبارها رافض استراتيجي لإنتاج أجود أنواع الحبوب توفر زراعة الغمح في الإمارات محاصيلة غذائية وعضوية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى فقرة التكنولوجيا ماذا لديك كريم؟ الكثير من الأخبار محمد في أخبار التكنولوجيا سنتابعها سوياً لا تزال شركة اكس ماضية في خططها من أجل تحويل التطبيق الذي كان يعرف سابقاً باسم تويتر إلى تطبيق شامل أن يتضمن نظامه الخاص للدفع وبحسب التقارير فقد حصلت الشركة أواخر شهر نوفمبر على ثلاثة تراخيص إضافية من أجل تحويل الأموال في ولايات داكوتا وكانساسا ووايومينغ وبذلك وصل إجمالي عدد الولايات التي يسمح فيها للشركة عبر المنصة بإجراء تحويلات مالية إلى 12 ولاية سبق أن أعلن مالك المنصة آيلون ماسك أن المنصة ستديح للمستخدم إرسال الأموال إلى الآخرين واستخراج أمواله إلى الحسابات المصرفية الموثقة أيها التلامذة والأطفال لا تتخلوا عن العلوم هذه كانت دعوة الحائزة على جائزة نوبل للطب كاتالين كاريكو وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إلى جانب درو وايزمان الذي نال الجائزة معها قبل شهرين تقديراً لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتحت التواصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 من خلال الحمض النووي وقالت كاريكو أن السعادة الحقيقية ليست بالحصول على إعجابات على منشور أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنما بصنع المستقبل وتحسينه من خلال العلم فقالت قبيرهم وليس انهم بربط انهم سوف يشارهون الكثير من العمل يجدون على منشور وفعل مع ايلم الجود وليس لأنهم بداية حيادة لا تقدمestion حيامي على ايضاً لتعاشبات ولم أن تكون تلك حال هكذا يكون تحسين قد من حواب الإعجاب وليس لأنهم بحضر ولم يريدون أنهم بحضر ويستظرهم لأنهم يفعلون حدثهم أطلقت جوجل برنامج جيميناي لذكاء الاصطناعي التولدية والذي يمكنه العمل مع النصوص والصور والفيديو والأصوات وأكواد البرمجة ووفقا للتقارير فإنه من المتوقع أن يصبح برنامج جوجل جديد منافسا لبرنامج تشات جي بي تي الذي أطلقته شركة أوبين آي اي العام الماضي وسيكون الإصدار الأول لجيميناي باللغة الإنجليزية في الثالث عشر من ديسمبر في أكثر من مائة وسبعين دولة إذا كنت اردت إلى المتوقع في أعلى الأخيرة في عامليا أو في أمام الثالثة جوجل ستكون في الأخيرة من الكثير من هذه المتوقع جيميناي هو نظر أكبر مدهونا يمكن أن يكون جيميناي يمكن أن تفهم الالم вокругنا في الطريقة التي نفعلها. لذلك ليس فقط التكسد ولكن أيضاً كود، اوديو، اميج وفيديو. اهلاً بكم مجدداً. مع استمرار الحرب للشهر الثالث الجيش الإسرائيلي يقول أنه خرق دفاعات مسلحي حماس في جنوب القطاع وشهود يتحدثون عن دخول جنود إلى وسط مدينة خان يونس تتواصل المعارك في قطاع غزة بين مسلحي حماس وجيش الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي. في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خرق الخطوط الدفاعية لمسلحي حماس في مدينة خان يونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة. فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن وصول جنود بالمدرعات وجرافات إلى وسط المدينة. وفي ظل تزايد حصيلة القتلى ونقص المواد الغذائية ونزوح الألاف من سكان القطاع استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في عام 2017 المادة التاسعة والتسعين من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر. حيث حذر جوتيريش من انهيار كامل وشيك للنظام العام في القطاع مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني. في المقابل رد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قائلا في منشور له عبر منصة إكس أن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي. وإن مطالبته بتفعيل المادة التاسعة والتسعين والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة يشكلني دعما لمنظمة حماس. أما قدت الدول مجموعة السبع فقد وجهوا دعوة خلال اجتماع عبر الفيديو الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية. كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى جانب مواثلين لنحو خمسين دولة ومنظمة دولية الأربعاء إلى احترام القانون الدولي في غزة. وإلى هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة تؤدي على وقف دائم لإطلاق النار. بعد زيارته دولة الإمارات بوتن يحط في المملكة العربية السعودية. في المحطة الثانية من جولة دبلوماسية. تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الرياضة بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وإنتاج النفط. حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. والتقى لاحقا وللعهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وقال بوتن. لا شيء يمكن أن يمنع تطوير علاقاتنا الودية. دعيا وللعهد السعودي إلى زيارة موسكو. من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان. بعد اللقاء أن موسكو والرياض تتشاطران الكثير من المصالح. مثنيا على التنسيق والعمل السياسي بين البلدين. اليوم تتشاطر الكثير من المصالح والكثير من الملفات التي تعمل عليها سويا لمصلحة روسيا ومملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالمين. في السبع سنوات الماضية ستطعر أن ننجز إنجازات كبيرة جدا بين البلدين. أيضا التنسيق والعمل السياسي بين البلدين ساعد بإزارة الكثير من الاحتقالات في الشرق الأوسط. وساهم في تعزيز الأمن. والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا سوف يعزز أمن الشرق والوسط وأمن العالم كله والفرص التي أمامنا في المستقبل أيضا فرص كبيرة تحتم علينا العمل سوية لمصالح شعوبنا ومصالح المنطقة والعالم وكان لكريملين أعلن أن بوتين سيبحث مع وليل عهد السعودي في ملفيل استثمارات وطاقة وسيعرض أيضا رؤيته للوضع الدولي بما يشمل الحرب في غزة وسبل العمل على وقف التصعيد بحسب الرئاسة الروسية الهجوم الروسي يشتد ومجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قانونا لدعم أوكرانيا اعتبر الرئيس الأوكراني فلادامر زلينسكي لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأربعاء أن الرئيس الروسي فلادامر بوتين يعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا مضيفانا الجيش الروسي زاد الضغط بشكل كبير على الجبهة تصريحات زلينسكي تأتي في وقت عرقلت فيه المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكية طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة إذ طالب الجمهوريون بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك فيما كان البيت الأبيض قد حذر البرلمانيين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيصه أموال جريدة لكييفا إلا أن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكية المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في المقترح بسبب عدم اتخاذ الإدارة الديمقراطية إجراءات لوقف تدفق نحو 10 ألف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا وبينما الغازل نسكي كلمة له أمام الكونغرس يوم الثلاثاء وأقر يوم الأربعاء في كلمته بهجوم روسي كبير أعلنت أوكرانيا تعرضها لهجوم روسي ليلا بواسطة 48 طائرة مسيرة من نوع شهد الإيرانية الصنع انطلاقا من جنوب أوكرانيا وشب الجزيرة القرمة التي ضمتها روسيا ويقول مسؤولون في كييف أن القوات الروسية تقوم بتخزين مسيرات وصواريخ ويخلشن هجمة منهجية على شبكة الطاقة الأوكرانية التي تعاني من ضغوط في أشهر الشتاء كما حصل في العام الماضي حادث إطلاق نار جماعي في جامعة نيفادا بلاس فيغاس الأمريكية والشرطة تؤكد مقتل مطلق النار قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الواقع غربي الولايات المتحدة قبل أن يلقى مصرعه وفق ما أعلنت الشرطة وتقع جامعة نيفادا على بعد مسافة قصيرة من لا فيغاس سترايب الشرع السياحي المزدحم بالفنادق والملاهي وقالت الشرطة أنها استجابت لبلغات استغاثة قرابة منتصف النهار مشيرة إلى أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سمع دوي إطلاق نار في موقعين على الأقل ولم تحدد السلطات هوية الضحايا ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد قتل برصاص الشرطة منتحر كما يحدث أحيانا في حوادث إطلاق نار شبيهة وأظهرت لقطات تلفزيونية أليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان وبعد ثلاث ساعات من الحادث وصلت الجامعة حض الناس على الاحتماء في أماكنهم قائلة إن الشرطة تعمل على إخلاء كل مبنى على حدة وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية تحول الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب وكانت لاس فيغاس مسرحا لأحد آنى في حوادث إطلاق النار الجماعية على الإطلاق في الولايات المتحدة عندما أطلق مسلحون النار خلال مهرجان موسيقي في عام 2017 وقتل ستين شخصا وهذا العام شهدت الولايات المتحدة أكثر من ستمائة حادث إطلاق نار جماعي وفقا لمنظمة أرشيف العنف المسلح غير الحكومية والتي تعرف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى الفقرة الرياضية وماذا لديك من جديد يا كريم أخبارنا الرياضية أهم سنتابعها سوية محمد برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد الانهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظب الرياضية تحتضن أبوظب منافسات كأس العالم للريماية البرالمبية بمدينة العين وتقام المنافسات نادي العين الفروسية والريماية والغولف وتقام في الفترة من الثامن إلى السابع عشر من ديسمبر بتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البرالمبية الدولية والاتحاد الدولي للريماية البرالمبية وأكدت عشرون دولة من مختلف قرات العالم مشاركتها في منافسات البطولة ويتنفسنا في واحد واربعين مسابقة متنوعة للفرق والفردية للرجال والسيدات وقع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مذكرة تفاهمين مع النظره السعودية بهدف التعاون في نشر وتطوير اللعبة في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات كافة وقع المذكرة الدكتورة هودا المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث وحسين العبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث والمدير التنفيذي وذلك خلال الاشتماع الذي عقد بمقر اتحاد الخماسي الحديث في أبو ظبي وعربت الدكتورة هودا المطروشي عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي تعتبر الأولى مع اتحاد خليجيا والتي تهدف لنشر وتطوير اللعبة بين البلدين الشقيقين واصل فريق مانشستر سيتي نزيف النقاط بعد تعرضه لهزيمة محبطة على يد فريق أسون فيلا في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب فيلا بارك مساء الأمس في الجولة الخامس عشر للدور الإنجليزي الممتاز سجل هدف أسون فيلا ليون بايلي في الدقيقة الرابعة والسبعين ورفع أسون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى ثاني وثلاثين نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث بينما تجمد رصيد ألمان سيتي عند ثلاثين نقطة لأتراجع إلى المرتبة الرابعة ولم ينجح فريق المدرب الإسباني بابيك وارديولا في سعيه لهزي شباك منافسه طوال عمر المباراة ليتلقى هزيمته ثالثة هذا الموسم ختام أخبار الرياضة والآن عود إليك محمد شكرا لك كريم وفي تقريرنا الختامي منقوشة الزعتر اللبنانية على لائحة اليونيسكو للتراث غير المادي وأخبار منوعة أخرى في هذا التقرير نتبع أدرجت اليونيسكو منقوشة الزعتر على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية وصفة إياها بأنها راسخة في الهوية اللبنانية وقررت اللجنة الدولية الحكومية لسون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كسان شمال بوتسوانا قررت إدراج العجيل الشهير التي يوضع عليه الزعتر الممزوج بالزيت وتغبس في الفرن أو على الصاج ضمن التراث غير المادي للبشرية بناء على طاب قدمه لبنان في مارس أذار 2022 ولحظت اليونيسكو أن الصلوات ترافق إعداد العجين التماسا لاختمال العجين فيتل المسلمون بداية سورة الفاتحة ويتل المسيحيون الصلوات والتصليب وإذا اعتبرت أن المنقوشة ذات قيمة رمزية في لبنان شددت على أن المنقوشة راسخة في الهوية وتذكر نكاتها بالجماعات الصباحية التقليدية أو ما يعرف بالصباحية التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاعل الاجتماعي أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجل هندي أثناء محاولته استياد سمكة من وسط الطريق الغارقة بميه الأمطار الناتجة عن الفيضانات التي دربت تشيناي الواقعة في شنوب غرب الهند ونجح الرجل فعلا باستياد السمكة الكبيرة بعدما حاولت مرارا الفرار منها وحولت الفيضانات رقات المدينة الهندية إلى أنهار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار متشوانغ الذي أودى بحياة ما لا يقلع ثمانية أشخاص من أوسلو إلى ميدان ترفلغار أو الطرف الأغر وصلت شجرة عيد الميلاد النرويجية إلى لندن هذا العام ويبلغ عمره سبعين عاما حيث تستعد المدينة البريطانية لإضاءتها وتتربع مدينة أوسلو كل عام بشجرة عيد الميلاد من غاباتها الثلجية إلى لندن تعبيرا عن الشكر لمساعدة التي قدمتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية فبعد الغزو النازي للنرويج عام 1940 لاجأ الملك هاكون إلى العاصمة البريطانية وعبرت أوسلو عن شكرها لكلم الضياف الذي لقيه من خلال إهداء المدينة شجرة التنوب لعيد الميلاد كل عام مذو عام 1947 لكن هذا التقليد الهدية يثير سخرط البريطانيين أحيانا كثيرا في وقت تنتشر شائعات مفادها أن مدينة أوسلو تفكر في الاستمرار في هذا التقليد نظرا لتكلفته البيئية بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام النشرة تذكروا دائما بمحبتكم نرتقي وبالأمل نلتقي شكرا لحسن المتابعة بأمان الله شكرا لحسن المتابعة بأمان الله شكرا لحسن المتابعة بأمان الله